السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين اي رب تكونوا بخير في الفيديو بتاعنا النهاردة بازن الله نتعلم مع بعض ازاي نحل مشكلة ان برنامج انترنت اكتب لولر ما بيشتغلش على ويندوز سبعة طيب نحل المشكلة دي مع بعض ازاي تابع معي كل اللي انت هتعمله هتعمل هنا تمام وبعد كده تختار عرض اللي هو شريط القوائم وبعد كده تروح رايح على ادوات اللي هي لو حضرتك كتب باللغة الانجليزية تبقى تولز وبعد كده ناخد اللي هو اخر خيار اللي هو خيارات الانترنت تمام هيفتح معايا النافذة دي اضغط على حسف تمام كده هبدأ اعلم على كل هذه الخيارات تمام واضغط على حسف وبعد كده هنتظر طبعا لما يتم حسف كل البيانات انا انتظر لما يتم حسف كل البيانات وبعد كده اضغط على كلمة موافق وبعد كده اروح واقف برضو كليك يمين تاني وادخل على الادوات واختار اللي هي خيارات تمام كده وبعد كده اروح رايح على خيارات متقدمة وابدأ اعمل حاجة اسمها استعادة الاعدادات المتقدمة تمام هبدأ اعمل استعادة وبعد كده اضغط على اعادة تعيين تمام وابدأ احذف اللي هي الاعدادات الشخصية وابدأ اضغط على اعادة تعيين. انتظر. ابدأ اضغط على اغلاق. ابدأ اضغط على موافق. ابدأ اضغط على اعادة تشغيل المتصفح. اخد بعد كده السؤال لاحقا. تمام? ابدأ ارجع مرة تانية. اظهر شريط القوائم. وبعد كده اضغط على الادوات. وانزل على خيارات الانترنت. اجي في الخانة دية. امسح الكلام. وابدأ اكتب العبارة دية. اقفلها تاني واجبها. اتكتب حضرتك ايه? اللي هو دابليو دابليو جوجل كوم. اخدها نسخ. انزل المفكرة. ارجع للمتصفح مرة تانية. اروح رايح على الادوات. على خيارات الانترنت. ابدأ امسح العبارة دي كلها. ابدأ اكتب هنا كلمة. دابليو دابليو جوجل كمان? وبعد كده اضغط على واضغط على موافق. تمام? وبعد كده اروح ضغط على كلمة الصفحة الرئيسية. زي ما شايف كده. بكده قدرت ان انا افتح متصفح جوجل العادي. ممكن بعد كده افتح اي موقع انا حبي. الخطوة التانية من الفيديو بازن الله ان انا هعلمك ازاي تثبت نسخة جوجل كروم على ويندوز سبعة. طبعا احنا عارفين ان متصفح انترنت ما بيقدرش يفتح كل المواقع. طيب يبقى الحل ان انا هسبت نسخة جوجل كروم على ويندوز سبعة. طبعا في ناس كتير بتاجد صعوبة في المضوضات وفي ناس بتحط نسخ محمولة. لكن انا في الوقت ده بإذن الله هعلمك ازاي تثبت نسخة على الجهاز. مش نسخة محمولة. طيب. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنحاول نجيب اصدار قديم كان بيشتغل على ويندوز سبعة. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي? كل اللي انت هتعملوها تفتح متصفح انترنت اكسو بلولر. تمام? ولما يفتح هتكتب العبارة ديت. بوجل كروم اتنين وتلاتين نية وتسعة. زي ما انا كتبها حضرتك كده. انا طبعا هكتب ليك الكلمة بخط اوضح على الفيديو. بعد كده تضغط على كلمة بحس. هتنتظر لما تفتح معاك الصفحة ديت. هتاخد الخيار الاولاني. تمام? وهننتظر لحديد ما الصفحة بتاع الموقع تحمل. لما الصفحة تحمل هنبدأ نضغط على استهم المنسدل الى اسفل ده. واضغط. وانتظر. في الوقت ده هيزهر لي اللي هو تم منع تنزيل الملفات من هذا الموقع. هبدأ اقف عليه. واضغط. واقول له تنزيل الملف. انتظر لما يتم تنزيل الملف. زي ما حضرتك شايف كده بدأ الملف. هبدأ ااخد حفظ. عشان احفظه على جهاز الكمبيوتر الخاص بيا. هقول له احفظه لي على سطح المكتب. وبعد كده اضغط على حفظ. وانتظر لحين تحميل هذا الملف. طبعا الملف ده نسخة اتنين وثلاثين بتشتغل على ويندوز سبعة سواء كان اتنين وثلاثين بيت او اربعة وستين بيت. مفيش اي مشكلة خالص. فانا انتظر لحين الانتهاء من تحميل الملف. وورل حضرتك ازاي هستبته وشغله. تابع معي. زي ما حضرتك شايف كده الملف الشارف على الانتهاء. طبعا انا هعمل علامة صح هنا عشان الملف بمجرد ما يكتمل عملية التحميل يتم اغلاقه بمنتهى البساطة. ثواني بسيطة وهيتم اكمال تحميل الملف. وهو هيقفل نفسه. بكده الملف تم تحميله. هبدأ قافل بقى انترنت مش محتاجه. تمام? هلاقي الملف بتاع جوجل كوروم اللي انا هسبته على ويندوز سبعة بقى موجودة عندي على سطح المكتب. هبدأ اضغط عليه. ستة بعادي خالص. هقول له تشغيل. وانتظر بحين تثبيت البرنامج على ويندوز سبعة. برنامج بفضل الله هيشتغل بمنتهى الكفاءة. تابع معي. هبدأ اضغط على نعم. زي ما حدرك شايف كده بدأت عملية تثبيت البرنامج على ويندوز سبعة. هنتظر طبعا لحين الانتهاء من التثبيت. عملية التثبيت طبعا شغالة. زي ما حدرك شايف كده بدأت تظهر الايكونة على سطح المكتب. هبدأ اشغله. فيش اي مشكلة خالص. هو افتح من نفسه زي ما حدرك شايف كده. ابدأ اشغله. هقول له جيت. start. اضغط. اقول له next. واقول له next. واخليه المتصرفح الافتراضي. تمام? واقول له no thank you. مش هعمل انا مزامنة دووقتي. زي ما حدرك شايف كده فتح معي. هبدأ اقفل العلانة الغلط ديت. تمام? اصبح عندي جوجل كروم على المتصفح بتاعي. ممكن افتح بقى اي صفحة. هبدأ اضغط مسلا على الاول خيار ظهر لي. زي ما حدرك شايف كده فتح معي بمنتهى البساطة واليسر. طبعا بكده النهاردة الفيديو بتاعنا يكون انتهى. لو انت استفدت منا وتعلمت شيء جديد. ما تنساش طبعا ان انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلك منا كل بديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.